أنا الآن في مدينة خاودة في سوق الأجبان هذه خاودة مدينة الجبن الأصفر الهولندي والمسمى على نفس اسم المدينة إذا جيت للسوق راح تشوف أكوام من هذا الأجبان الذهبية بشكل يفتح النفس والمزارعين والتجار تشوفهم لابسين اللبس التقليدي ويبيعوا ويشتروا بنفس الطريق القديمة من مئات السنين وحتى بيستخدموا أسلوب بربليات في المفاوضات على السعر وبعد ما يتفقوا على السعر يتم وزن الجبن في هذا الميزان الكبير واللي يقدروا كمان الزوار يزن أنفسهم فيه إذا جيت للسوق لا تنسى تزور الخواب السفرة ولي فيها تتعرف على طريقة صناعة الجبن في هذا ليجرس كبابنة فيها وإنه حيث تفرح كيف يفيدها السكتنظر في منطر punعة في ذلك يوم السراضي والسل وأعيش ويوم الغلي يوم الغموارية يوم حيث يوم الغرح وبه يوم الغرحة ويوم الغدية في صداعيه يوم الغمه يوم الناس وهو الغمه يوم بغنثية عندما يوم السراضي يوم الغد يوم الغمه ثمه يوم الغوان نضع بك و يهجب كمانات انفصد السابق يسکر الصغير يس Panchمانات الهواتئين لا يمكنك المشبوب وتلاويتهكات التالية هناك كانت يساعد كاس يساعد كاس بتهيط في السابق ولكنه يمكنك استطيع يساعدتها وهذا فعلت ليساعد مبادئ ومعارج التي يحتوي على المجدد وكاورونايا وفي ارتفاع الموسيقية والمسيقية والوصفية ويستطيعون أن يجب باللساعة طبعا في الهكشات المنتشرة حول الساحة تقدر تشتري المصنوعات اليدوية وتستمتع ببعض الوجبات الخفيفة الهولندية التقليدية مثل البوفر تشيز والستروب وافر واللي راح أسوي لكم عنها فيديو خاص قريبا ان شاء الله وبينما وانا أصوف السوق قابلت هذه المرأة الهولندية واللي حكت لي عن زيارتها لليمن لذا كانت فيه لك ستري في يوهن أنا لقد من هناك في قرب سنة الزبي في الزبيل هناك في الزبيل وقف شخص الكراب في الزبيل كيف ينجع مدفعه مدفعه؟ وكان هناك شكرا. وكان هناك رحلة ايضا. ويكنت لديك أسادي. وكان هناك سنجل الكلية 正تي من عينيك. وكان هناك شكرا. هناك ثلاثة أحيان . وكان لديها رحلة لديها نحن . ويقول ذلك ليس مطلقائي. كنت في السرية أيضا قبل الوارد مين كان ذلك؟ ذلك كانت ماراً لا أعرف مع ايضاً بالتأكيد من المسطدين من المسطدين لدامسكو أرى كبيرة جميع المكان بعد ذلك أعلى الأعلى كبير أعلى الأعلى أعلى كبير إذا حبيت تجي أعمل بحسابك أن السوق يبدأ من الساعة 10 إلى 22 نصف كل خميس والسوق هذا موسمي يبدأ من أول يوم خميس في أبريل وينتهي في آخر خميس في أغسطس وفي الأخير شكرا لكم على المشاهدة أتمنى تقترحوا لأماكن تستحق الزيارة وأدمتم بود